بعد فضيحة التسريبات والمكالمات الهتفية اللي خرجت وكانت صدمة لرأي العام في تونس وتحولت إلى قضية هزة رأي العام في البلد لكل مواقع التواصل الاجتماعي كل يحكيوا عليها في الراديو في الاتيلي كل 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 يحكيوا على التسجيلات هذي وبشأ أسماء مجبودة لكن الناس كل قادت تستنى في ردة فهل على الشاب على هذي خاصة وأنه هو المتهم الأول اللي كل مرة يخرج له التسريب صوتي قاد يحرض على الناس فنانات والنسية بسيفة عامة والناس كلها تصدمت فيه كفية عملة كيكا اللي هو دي ما يقدم في برامج اجتماعية اللي هو دي ما يحاول يصلح في العباد وفي العلاقات وكل شي لكن قادت العباد اللي كلها تستنى في ردة فهل على الشاب اللي هو ولأول مرة يهبط بعد ثلاث أيام من الصمت يهبط دي ستوري اللي هو مش يخدم عام الجو وكالم حات موزيكا ترونكيل حات زادة يعني قاد يخدم معنا في انستغرام وتقابل هو أصدقائه ومن بين دي ستوري اللي هبطهم قال اللي هو تقابل مع زوز محامين الأستاذ مونير بن صالحة والأستاذ بليل التازني وهبط صورهم الزوز وقال شكرا للأستاذ بليل التازني والأستاذ بليل التازني على دعواتكما ليل العشاء ليلة البيحة لقاء الأشقاء الأوفياء برشانيس فهمت أنه على الشاب بيش يتوجه للقضاء وبيش يوكل زوز محامين هذوما بليل التازني ومنير بن صالحة وتعرفوا أنتما منير بن صالحة ديما يلجؤولوا في قضايا أسعيبة كما هك ما زلنا في متابعة للقضية هذي ما تنسي باش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بيش يصلكم الفيديو القادم اشتركوا في القناة